اشتركوا في القناة يحكى أن ملكا كان في كل عام يتبرع بهبات لأهل مملكته وكان أحد مواطنيه كثير الشكوى في كل عام يجحد ما أعطاه ويقول عطيتهم أكثر مني أين العدل أين العدل وفي يوم من الأيام قرر الملك أن يعطيه هبة لوحده عله يصمت قليلا فقال له امتلك من الأرض كل المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميك فرح الرجل فرحا شديدا وشرع يقطع الأراضي مسرعا ومهرولا في جنون صار مسافة طويلة فتعب وفكر أن يعود للملك ليمنحه المساحة التي قطعها ولكنه غير رأيه وقرر مواصلة السير ليحصل على المزيد صار مسافات أطول وأطول وفكر في أن يعود للملك مكتفيا بما وصل إليها لكنه تردد مرة أخرى وقرر مواصلة السير ليحصل على المزيد والمزيد ظل الرجل يسير ويسير ولم يعد أبدا فقد ظل طريقه وضاع في الحياة ويقال أنه لم يرى بعد ذلك أبدا لم يمتلك شيئا ولم يشعر بالاكتفاء والسعادة لأنه فقط لم يعرف حد الكفاية أو القناعة في شؤون حياتنا يحدث لنا دائما مثل ما حدث لهذا الرجل إذا لم نعرف معنى القناعة فالقناعة كنز لا يفنى وفي معنى قول رسولنا عليه أفضل الصلاة وأسم التسليم ما نصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأن ما حيزت له الدنيا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر